طمس الهوية الجمهورية واخفاء معالمها واحد من اهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تسعى جاهدة لتحقيقه من خلال امعانها في تدمير وتدنيس واخفاء ابرز معالم واعلام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وفي اطار تنفيذها للمخطط الامامي عمدت ميليشيا الحوثي الى تغيير اسم مدرسة تحمل اسم رئيس تنظيم الضباط الاحرار الشهيد علي عبد المغني في منطقة بلاد الروس جنوب العاصمة الى اسم الحسن بن علي وفق وثيقة صادرة عن مكتب التربية الخاضع لسيطرة الميليشيات يأتي هذا بعد توجيهات بتغيير اسماء مدارس عدة جلها تحمل اسماء شخصيات ثورية ونضالية وتاريخية تم تغييرها باسماء طائفية وسلالية في محاولة منها لمسح كل ما يتعلق بالثورة من اذهان اليمنيين وخصوصا الطلاب اذ تعمل الميليشيا ايضا على تغيير المناهج وتطييفها وطمس كل ما يمت بصلة لثورة سبتمبر في ذات السياق اقدمت عناصر الميليشيات الحوثية على هدم وتدمير النصب التذكاري للجند المجهول في محافظة حجة قبل اشهر في جريمة تعكس مدى الحقد الدفين الذي تحمله السلالة الامامية على الثورة والجمهورية الموضوع ليس وليد اللحظة هناك ممارسات ممنهجة ليسنا نواجه انقلابا كما يواجه العالم أي انقلابات عسكرية نحن نواجه تجريف الهوية محاولة لتجريف اليمنيين لطمس معالمهم كما يحدث اليوم كما تشاهد سواء كان في ميدان السبعين عندما حاولوا ان يعتدوا على اهم معلم جمهوري في حجة في صنعاء في المعالم الاثرية التي تعرضت للقصف واستخدموها عندك براقش التي استخدموها لمقابر لقتلاهم وايضا لمراكز تعذيب للمختطفين هذه كلها ممانهجة ممارسة حقد يثأرون لمملكتهم لامبراطوريتهم الفارسية يحول منها طمس معالم اليمنيين الذين لن يتأثروا واذكرك بان اليمنيين سيعودون الى مجدهم وتاريخهم وهذه السلالة طارئة وعابرة وستنتهى عن مغرب كما سبق وانقامت ميليشيا الحوثي بدفن الصريع صالح الصماد الى جوار النصب التذكاري للجند المجهول في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء في محاولة منها لتدنيس كل معالم الثورة السبتمبرية والانتقاص من رمزيتها الحقد اليمامي على معالم الجمهورية ومحاولة طمسها قد اخفى امين العاصمة السلالي احمد الكحلاني مارد الثورة الذي كان يتوسط ميدان التحرير بالعاصمة قبل سنوات من انقلاب الميليشيات ليؤكد بذلك الحقد الدفينة الذي تكنه الميليشيا الكهنوتية للجمهورية ورموزها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر